دكتورة حديقة توقفت عند كلمة جميلة جداً لها تحديد البصلة الأخلاقية لهذا الشاب الصغير أنا الحقيقة بحب المفهوم ده لأنه إحنا مش هنعيش لولدنا أيوة وأنا عايزة أنه ابني بعدي يبقى بيعرف أنه يقيس الأمور لأنه يا ما بيجد عنده حاجات سواء أنا موجودة أو أنا مش موجودة في الأمور الدنيا بتتغير بسرعة يومين دول صحيح فلازم يبقى كل واحد فينا عنده مرجعية يعني يقيس بيها الأمور أخبارها إيه ففكرة أننا أحط للبيت مجموعة من القواعد والقوانين ويبقى أنا مفهمة الشخص الآخر الشخص الصغير إيه سببها إيه سببها وأنا إيه اللي بيخليني أعمل كده ده بيخلي أنه إيه بيطرح القيمة اللي وراه وبيخليني كمان الحقيقة في بعض الأوقات أنا أراجه وأنا حطى القاعدة دي لي صحيح خلاص لأنه في بعض الأوقات أنا ممكن أكتشف أن أنا حطى قاعدة وهي ممكن أنها تتعدل أو تتغير أو كذا ففكرة أننا يبقى عندي قدر من ساعة الصدر عشان أخلي ابني أو بنتي يتناقش معايا فيه ليه مهمة بس في نفس الوقت في بعض القواعد اللي زي ما احنا قلنا لابد من الالتزام بيها طيب أنا كنت بكلم في الجزء بتاع البيهيفير الكنترول أو اللي هو التحكم في السلوك عشان أقول الضد بتاعه اللي هو ممنوع ما أنا عن بيت تنبع اللي هو السيكولوجيك الكنترول نقصد إيه بالسيكولوجيك الكنترول أنا دلوقتي عايزة ابني يحس أبقى متحكمة في مشاعره أبقى متحكمة في أفكاره أنا عايزة أبقى متحكمة هو ليه يشايف الموضوع بالطريقة دي ده غلط تماما تماما لأنه ما فيش مشاعر صح ومشاعر غلط ما فيش أفكار أقدر أقول عليها صح وأفكار غلط الأفكار لازم أن أنا أفكر عشان أقدر أكسبلور عشان أعرف تواكسبلور أو أن أنا أكتشف الصح والغلط أنا بحب أعمل إيه أنا عايز أعمل إيه كذا فأحيانا إحنا من منبع أو من أصل أن أنا خايفة على ابني فأنا مش عايزة يبقى أحسس بكذا أنا مش عايزة يبقى بيفكر كذا أو أنا الحقيقة بفرد قدر من الكنترول اللي بيقفل الولد مني قفلة شديدة كذا قفلة شديدة وبحاول أن أنا أتحكم فيه أمر مش في إيدي التحكم فيه اللي هو مشاعر الآخر وأفكار الآخر وساعات ده بيستنزف الطاقة بتاعتي وبيخلي علاقتي بيه سيئة جدا وفي نفس الوقت الأمر اللي في إيدي التحكم فيه واللي هو ممكن ينبني عليه الخطورة الحقيقية اللي هو السلوك بتبقى الطاقة بتاعتي خلصة وتم بعرفش أن أنا أتحكم فيه بقدر كافي فده أمر شديد الخطورة أنا محتاجة أردت بأولوياتي كذا بشوف إيه الأمور الحيوية جدا التربوية اللي هينبني عليها مشاكل لو أنا محطتش لها حدود سلوكية وحطها ضمن البيهيفيور الكنترول إنما لابد إن أنا أبقى أخد باني كويس قوي من الجزئية بتاعت السيكولوجيك الكنترول وزي ما كنت بقول مش معنى إن أنا نوايا حسنة إن ده كفاية بقى طبعا الطريق إلى الجهنم أفروش بالنوايا الحسنة المهم إن أنا أبقى أعرف أوصل النوايا الحسنة دي للشخص الآخر وحتى رغباته في اعتباري بشكل مهم ترجمة نانسي قنقر